أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العلي العظيم تحدثنا في الحلقة السابقة حول الإيمان وذكرنا أن الإيمان هو اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان كما روي عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم نريد أن نبين أن الإيمان له مراتب وهذه المراتب تختلف من إنسان لإنسان آخر كما كل حقيقة كونية لها مراتب وهذه المراتب تختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان ومن شخص لشخص آخر مثلا نجد أن بعض الناس إيمانهم ضعيف يزول بسرعة والبعض الآخر إيمانهم مستحكم لا يزول إطلاقا والبعض إذا شاهد بعض الآيات يتقوى في الإيمان والبعض الآخر إذا شاهد كل آية إيمانه وصل إلى درجة هذه الدرجة الدرجة النهائية وهذه الآيات لا تزيده إيمانا لماذا؟ لأنه وصل إلى الدرجة النهائية إلى الإيمان كما في إيمان الرسول صلى الله عليه وآله إيمان الرسول إيمان متكامل في الدرجة النهائية إيمان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لذا نجد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول لو كشف لي الغطاء مزددت يقين لماذا؟ لأنه وصل إلى الدرجة الكاملة في الإيمان الدرجة النهائية هناك بعض الناس إيمانهم ضعيف يعني هو يؤمن بالله عز وجل ويعتقد بالله عز وجل ولكن هذا الإيمان أسبابه قد تزول وقد يزول إذا رأى شيئا أو حادثة أو رأى قضية ما أمكنه استيعابها فإنه نجد أن هذا الشخص يتزلزل في إيمانه إذا واجه شرائط أو ظروف صعبة نجد إيمانه يتزلزل لماذا؟ لأن بالأساس ذلك الإيمان لم يكن إيمانا قويا لم يكن إلى درجة اليقين أو كانت أسبابه أسبابا ضعيفة تزول تلك الأسباب في أقل حزة وفي أقل درجة طبعا هناك كما ذكرنا إيمان متكامل وهناك إيمان ناقص قد يكون هناك اعتقاد بالله عز وجل ولكن هذا الاعتقاد لا يؤدي بصاحبه إلى العمل في الحقيقة هذا الاعتقاد اعتقاد ضعيف أو ليس اعتقادا وإنما هو صورة اعتقاد يعني مثلا إذا الإنسان علم علما قطعيا بوجود حيوان مفترس يريد أن يهجم عليه فمن الطبيعي أن هذا الإنسان يهيئ لنفسه أسباب الدفاع أو يهرب ولكن إذا هذا الإنسان يقول أني أعتقد بوجود حيوان مفترس يريد أن يهاجمني ولكن في نفس الوقت لا نراه يتهيئ إلى الدفاع ولا نراه يحاول الهرب أو إنقاذ نفسه فنحن في الحقيقة نشك في اعتقاده نقول أن هذا الإنسان لا يعتقد بوجود هذا الحيوان المفترس ولا يعتقد بوجود ذلك العدو لماذا؟ لأنه لو كان يعتقد لظهر هذا الاعتقاد على عمله فإذا لم يظهر هذا الاعتقاد على عمله فيبدو أنه لم يكن اعتقادا حقيقيا صحيح هذا الإنسان يتكلم ويقول باللسان ولكن ليس اعتقاد حقيقي وصحيح ولذا نجد القرآن الكريم يفرق بين الإسلام وبين الإيمان قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لماذا؟ لأن هذا الأعرابي وجد أن الإسلام انتصر وهذا الإسلام صارت له القوة العسكرية والقوة السياسية وصارت له إمكانيات فجاء وأسلم تشهد الشهادتين لماذا؟ لأنه عادة الناس مع القوي إلا القليل منهم وليسوا مع الضعيف فالإسلام قبل فتح مكة كان المؤمنون مجموعة من الناس قليلون ولكن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهذا حينما جاء لم يأتي في الحقيقة عن اعتقاد حقيقي وإنما شاهد الجو العام وشاهد الانتصار العسكري والسياسي وشاهد الإمكانيات فجاء وتشهد الشهادتين وانتقل إلى هذا الدين فلذا الله عز وجل يقول له أيها الأعرابي أنت لم تسلم لم تؤمن أنت أسلمت تشهدت الشهادتين فصار لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم وصرت أحدا من المسلمين ويطبق عليك كل أحكام الإسلام ولكن لأن العقيدة لم تكن مستحكمة أو لا توجد بالأساس تلك العقيدة فأنت لست مؤمنا ولكن يتوقع أن يدخل الإيمان في قلبك لماذا؟ لأن كثير من الأحيان الممارسة في شيء ووجدان فوائد ذلك الشيء والعمل بذلك الشيء يؤدي إلى الاعتقاد يعني كثير من الأحيان الإنسان ليس معتقدا ولكن العمل والمواصلة على ذلك العمل والاستمرار في ذلك العمل يؤدي بالإنسان إلى أن يكتشف حقائق كانت غائبة عنه وتلك الحقائق تؤدي به إلى الاعتقاد في حين أن الممارسة السلبية هذه الممارسة السلبية بالاستمرار تسبب أن نفس العقيدة تتزلزل ولذا الله عز وجل في القرآن الكريم يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله يعني العمل السيء يؤدي بالإنسان تدريجيا إلى تزلزل الإيمان وهذا التزلزل في الإيمان يؤدي به إلى تكذيب آيات الله عز وجل ولذا في حديث مروي عن الرسول صلى الله عليه وآله ما معناه أن الإنسان الذي لم يذهب إلى الحج وكان الحج واجبا عليه يعني كان يجب عليه الحج كان مستطيعا كان السرب خاليا يعني الطريق سالكا كان يتمكن استطاعة مالية له استطاعة بدنية له لم توجد هناك أي موانع شرائط وجوب الحج كانت مستكملة ولكن لم يذهب عمدا الرسول صلى الله عليه وآله يقول فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا يعني هذا الإنسان عدم ذهاب إلى الحج بدون عذر يؤدي به إلى الكفر يؤدي به إلى سلب الاعتقاد الصحيح والاعتقاد الحقيقي الذي كان له فكان هناك نحن نعلم أن هناك كثير من الناس كانوا مؤمنين يعتقدون اعتقادا سليما ولكن بسبب بعض الممارسات الخاطئة والممارسات غير الصحيحة تلك الممارسات سلبت الإيمان منهم وبعكس ذلك نشاهد بعض الناس ما كان يعتقادهم اعتقادا قلبيا وإنما كان لقلقة لسان ولكن بسبب ممارسة الأعمال الصحيحة وبسبب ممارسة التقوى وإطاعة الله عز وجل ذلك العمل الصحيح أدى بهم إلى العقيدة السليمة الصحيحة بعض المسلمين الذين أسلموا في زمان الرسول صلى الله عليه وآله ما كان إيمانهم بالله عز وجل إيمانا حقيقيا وإنما البعض للعصبية أسلم والبعض خجلا أسلم والبعض لأن أقرباءه أسلم وهو أسلم البعض كان مع الأجواء ولكن بسبب الممارسة العملية في طاعات الله عز وجل وإطاعة الرسول وعقد القلب على التبعية هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله هذا أدى به إلى الاعتقاد الصحيح العمل الصحيح يؤدي إلى الاعتقاد الصحيح والعمل السلبي الفاسد يؤدي إلى سلب العقيدة الصحيحة فلذا ينبغي على الإنسان أن يواضب دائما على الطاعات وعلى ترك المعاصي حتى هذه العقيدة السليمة والإيمان بالله عز وجل لا يسلب منه في وقت من الأوقات والعياذ بالله إذا الإنسان ارتكب بعض المحرمات تلك المحرمات قد تؤدي به إلى إنكار وجود الله عز وجل وإلى سلب نعمة الإيمان منه طبعا هنا يأتي سؤال وهو أن بعض الكفار أو بعض المنافقين كانوا يعتقدون ويعلمون علما يقينيا بحقانية الأنبياء بأن رسول الله صلى الله عليه وآله حق نشاهد أن بعض الكفار مثلا كانوا يعلمون علما اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وآله حق أو كذلك نشاهد القرآن الكريم ينقل قضية فرعون وآل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم كانوا يعلمون علم اليقين بأن موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان حقا ولكن جحدوا نبوة موسى واستيقنتها أنفسهم زيانا الإنسان المنافق السؤال هنا الإنسان المنافق الذي يعلم بأن الرسول على حق وباللسان يقر بالشهادتين لأن المنافق هو الذي يقر بالشهادتين ظاهرا ويبطن الكفر وكذلك المنافقون كانوا يؤدون الفرائض ولو ظاهرا يعني يذهب إلى الصلاة إلى المسجد ويصلي يصوم يؤدي ظواهر الشرع هذا المنافق يعتقد بأن رسول الله حق ويقر باللسان وكذلك يعمل بالواجبات ويترك المحرمات فلماذا هو منافق؟ الجواب أن الاعتقاد يجب أن يكون مع عقد القلب يعني كثير من الأحيان الإنسان يكتشف حقيقة ولكنه لا يريد تلك الحقيقة لا يعقد قلبه على تلك الحقيقة فإن هذا صحيح يعلم علم اليقين ولكن هذا العلم لا يكون إيمانا الإيمان ينبغي أن يكون مع تسليم وليس تسليم في اللسان والعمل فقط وتسليم بالقلب أيضا أي العقد القلب على الشيء الذي اعتقد به لا أنه يعلم حقيقة ولكنه يرفضها لا يريدها الإنسان إذا علم حقيقة ولكنه لا يريد تلك الحقيقة فهذا ليس إيمانا المنافق كان يعلم أن الرسول رسول ولكنه ما كان يريد هذه الحقيقة حسدا أو مصلحة أو لأي جهة من الجهات كما أن المشركين في مكة كثير منهم كانوا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو حق ولكن لأنه من طائفة أو قبيلة أخرى وما كان يريد أن تكون لتلك القبيلة ميزة أو فضيلة عليه فلذا رفض الإسلام فالإيمان هو الاعتقاد والتسليم وعقد القلب على تلك الحقيقة فالنتيجة أن الإنسان المؤمن هو الإنسان الذي يكون إيمانه متكامل من الاعتقاد والاعتراف بذلك باللسان والعمل بالأركان وهناك تلازم بين هذه الأمور بحيث أن أحدها يؤثر على الآخر زين ذكرنا في الحلقة الماضية فائدة الإيمان وذكرنا هذه الآية الشريفة التي تقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض السؤال يأتي أن هذا الفتح فتح بركات السماء والأرض هل هو فتح غيبي أو هو فتح حسب القوانين التي جعلها الله عز وجل في هذا الكون الجواب أن الله عز وجل حينما خلق هذا العالم خلق حقائق مع هذا العالم وجعل العالم كله على حق يعني مجموعة من الحقائق والقوانين التي أرادها الله عز وجل أن تتحكم في هذا العالم فكل شيء في هذا العالم أسبابه جعلها الله عز وجل أسبابا وتلك الأسباب تؤدي إلى المسببات الأسباب قد تكون بيد الإنسان وباختيار الإنسان وقد لا تكون بيد الإنسان وباختيار الإنسان الإيمان بالله عز وجل يسبب فتح البركات من السماء والأرض لماذا؟ لأن الإيمان بالله عز وجل والتقوى والعمل الصالح يؤدي بالإنسان إلى أن يسير على الطريقة التي أرادها الله عز وجل وهذه الطريقة التي أرادها الله عز وجل تؤدي بالإنسان إلى كل خير يعني الإنسان الذي يطبق قوله تعالى في طلب العلم الإنسان الذي يطبق قوله تعالى في العمل هذا الإنسان طبيعي بعلمه وعمله العلم والعمل سبب للتطور سبب للتقدم فإذا الإنسان عمل بما أراده الله عز وجل أكيد هذه الأسباب راح تؤدي إلى المسببات التي جعل الله عز وجل تلك الأسباب تؤدي إلى تلك المسببات فالإيمان والتقوى معناها أن الإنسان يطبق ما قاله الله عز وجل سواء في الجانب الشخصي أو في الجانب الاجتماعي أو في أي جانب من الجوانب الأخرى طبعا الإنسان إذا طبق الأسباب الصحيحة يصل إلى المسببات الصحيحة الإنسان الذي يذهب خلف العلم ويتعلم طبيعي أن هذا الإنسان إذا تعلم وذهب وراء العلم وفكر هذا الإنسان سوف يكتشف كثير من الحقائق واكتشاف هذه الحقائق تؤدي به إلى بركات في السماء أو بركات في الأرض في حين أن الإنسان إذا لم يؤمن إذا لم يتقي يعني لم يتبع تعاليم الله عز وجل فإن عدم اتباعه لتعاليم الله عز وجل معنى ذلك أنه لا يطبق الأسباب التي تؤدي به إلى السعادة الدنيوية قبل الأخروية فالنتيجة سوف تغلق عليه بركات السماء والأرض يعني الآن نشاهد نحن في عالم اليوم هناك كثير من المشاكل كثير من الأزمات الآن مثلا مشكلة ثقب الأوزون مشكلة ذوبان الجليد في القطب الشمالي والجنوبي وما يؤدي ذلك من ارتفاع مستوى المياه في البحار وغارق كثير من المدن الساحلية شنو هذا السبب؟ يعني ما هو السبب لذلك؟ السبب لذلك إساءة الإنسان التصرف والاستفادة من الخيرات الطبيعية أو حالة النهم الموجودة في بعض الناس هذه الحالة حالة النهم وإساءة التصرف والظلم وأمثال ذلك تؤدي بالإنسان أو بالمجتمع البشري تؤدي به إلى كوارث ولذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يعني عمل الناس يؤدي إلى انتشار الفساد في البر والبحر الآن نحن نشاهد مثلاً في الأرض في الفضاء في البحار هناك كثير من الكوارث ما هو سبب هذه الكوارث؟ إذا نحقق نجد أن سبب هذه الكوارث هو الإنسان بمعنى أن هذا الإنسان ترك الإيمان والتقوى يعني ترك تعاليم الله عز وجل أدى به إلى أن يغلق أو تغلق عليه تلك البركات فالله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني الإيمان مع العمل أولئك لهم الأمن وهذه الآية مطلقة الأمن في الآخرة وكذلك الأمن في الدنيا وهم مهتدون نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر